لكن ده ما حصلش وحصل في الشوت التاني وفي الـ XG لما بتلاقي الرقم قليل في الشوت التاني 31% والفريق مسجل 4 أهداف يبقى هنا لازم نقف ونقول احنا عندنا لعبين من طراز فريد عندنا لعبين بتقدر تحقق أهداف من أنصاف الفرص بل أخماس الفرص وطبعا وليد سليمان كان أحد أبرز هؤلاء اللعبين في المباراة وطبعا سجل هدفين ووليد سليمان هذا الموسم ثلاث محاولات بتلاث هدف دي استعراض وليد سليمان وكأنه بيرسل رسالة في المباراة دي للكابتن محمد أبوتريكا هتلاقي رقم 22 منوهر في الإحصائية تماما لعب الدقيق 22 دي محاولات على المرمى اتنين المحاولتين انترجت المحاولتين تم تسجيل أهداف كانت الأهداف المتوقعة أو إجمال الأهداف المتوقعة من المحاولتين 22 من 100 22 من 100 يعني تقريبا خمس هدف ومع ذلك كابتن وليد سليمان الزهب لا يصدق يا وليد الزهب لا يصدق يا بسليم هدفين ما شاء الله من 22 من 100 أهداف متوقعة ده قيمة وليد سليمان اللي بيرد بيها على البعض اللي حاول وقت تجديد النادي الأهلي مع وليد سليمان التقليل من قيمة الصفقة وليد سليمان بيرد مش على الموسم الماضي وبس هدف النادي الأهلي لا كمان الموسم ده على مدار تاريخ وليد سليمان من 280 جول النهاردة وليد سليمان بيوصل للجول 72 مع النادي الأهلي وبإذن الله يكمل ويكسر حاجز 100 هدف مع النادي الأهلي نحن بنتكلم أبو تريكا بركات وليد سليمان فيما يخص لعيب الوسط دي أعلى أرقام على مدار السنوات الأخيرة ولكن وليد سليمان لما أسامة بيتكلم فكرة الأهداف المتوقعة جماعة مكرنة نسبتها معناها أنه هو محقق أهداف من أماكن صعبة جدا حابب بقى أتكلم أنه وليد سليمان بيواصل وليد سليمان الموسم اللي فات بيلعب 1187 ديه في الدوري يعني بمعدل 13 مباراة بيسجل 9 أهداف بالضبط هو ده اللعب الكبير وعشان كده موسماني كمان مدرب كبير لأن موسماني لما بيشوف عنده قائد زي وليد سليمان بيقدر أنه هو يحقق العدد ده من الأهداف وكمان القيمة بتاعته في الفريق واللعبين لما كان غايب إزاي في بعض المباريات في أدوار حاسمة كانوا بيحاولوا إزاي يهدوا اللقب هي دي الروح اللي موسماني بيشتغل عليها وهي دي اللي موسماني قاصد يوصلها لما قال يا رتني جيت النادي الأهل بدري عشان ألحق وليد سليمان في سن قبل كده وحاجة كمان مهمة فيما يخص وليد سليمان احنا بس عايزين نقرأ إحصائية وليد سليمان الموسم ده وليد سليمان لعب ثلاث مباريات مباراة أربع مباريات مباراة أساسي وتلاتة احتياطي خمس محاولات على المرمى تلاتة انتارجت ما شاء الله التلاتة تسجله أهداف يعني وليد مفيش حارس صد منه كرة لغاية دلوقتي من أهداف متوقع أقل من الهدف يعني بيجيب أصعب أهداف مقارنة بالفرصة المتاحة كانت إمكانية تسجيلها إيه زي ما أسامة كمان اتكلم عن فكرة ارتبطنا بواليد سليمان عاطفيا أنا دايما بقول في لعبين في اللاوعي بتاعك بيكون في نقطة دايما بيلمسوك فيها وليد سليمان من القلائل اللي زايدون لما بيسجل هدف انت مش بس بتفرح بالهدف انت بتكتر ذكريات لا يمكن ان انت تعيش لحظات الاستمتاع بيها وفعلا عينك تدمع إلا لما وليد سليمان يكون لعب من دول وليد سليمان هو ما يتبقى من عبق الجيل التاريخي وليد سليمان لو نقدر نستنسخ ميت وليد سليمان جوى النادي الأهلي هنكون سعداء بدقاء أسامة بالتأكيد يا فارس خاصة أن وليد سليمان مش بس على المستوى الفني وليد سليمان على مستوى الانتماء للنادي الآلي منذ أول يوم لوليد سليمان في النادي الآلي وهو لاعب بدرجة مشجع كانت لازم تكون التحية دي والتأدير لدور وليد سليمان على مستوى الفني وعلى مستوى كمان خارج الملعب كقائد للفريق بيقعد على الدكة مبتسم مع اندوش أي ضغينة فبالتالي بيوصل رسالة لأي لاعب في الفريق أن انت تقدر تكون مؤثر حتى لو انت بتنزل لمدة دقايق فقط لغير تحية كبيرة جدا لوليد سليمان